السلام عليكم أخوتي و أخواتي كذلك اللبس عليكم أتمنى تكونوا بأخير و على خير إذن اليوم إن شاء الله سنجعلوا تصحيح مباراة التعليم الابتدائي بالنسبة لمادة الرياضيات دورة 2020 إذن قبل ما نبدأ يعني كنا نشكركم بزاف على التعليق الرائع عليكم و على التفاعل وبالنسبة للناس اللي يساولوني ما كنلقوش لفيديو راه مليت دخول الصفحة الرئيسية كتلقى أول حاجة لكوي لفيديو و تلقى بلايليس اللي قد تزيله عن دك بلايليس سيطلعون لك فيديو كل دوسي سيطلع في فيديو ما خال العلوم الطربي علم لفيديو بوحدهم اللغة الفرنسية و الديدكتيك رأى الفيديو بوحدهم الرياضية بوحدهم يعني كل دوسي و ديك الساعملي ستزيله عن الديدكتيك ديول هذه مدية وبالنسبة لأخذ اليوم إن شاء الله هذه التحديد الرياضيات بعد غندير دي داكتيك دي الرياضيات الفين وعشرين وكذلك دي داكتيك دي اللغة الفرنسية من بعده وكذلك الاسئلة اللي طلبتوا مني بالنسبة لللغة العربية يعني اللي كتتعود بزاف وغندير كذلك ان شاء الله واحد المتحان دي العلوم التربية آآ فيه يعني هادي المستجدد دي القانون القيطار الى اخرى. اذا ما نطولش عليكم نبدأوا على براجة الله. اذا بالنسبة للتمرين اللي اعطوهم نعتبر العددين يعني ا كي سوي 4 على 3 زائد 1 على 2 الكل مقسوم على 1 على 3 ناقص 1 على 4 وبي كتساوي 1 على 12 وعطوهم هما الاختيارات قالوا اليوم افواب بي واش كي سوي جوج ولا افواب بي كي سوي 1 ولا افواب بي كي سوي 11 على 6 ولا افواب بي كي سوي جوج اذا اول حاجة نديرو نمشي من حسبوها لان افواب بي دي جو ما اعطوها لنا كتساوي 1 على 12 مازين. اذا نلاحطهم علي هنا اكتساوي 4 على 3 زائد 1 علينا ندال هنا المقام غير موحد. اذا كي ما درنا دي جا في الدروس را دارو رغس نوحد المقام. نديرو اما جوج في 4 زائد 3 في 1 مقسوم على 3 في جوج نعاود. نديرو 4 مضربة في 2 زائد 3 مضربة في 1 الكل على 3 في جوج. اولا كنشوف هنا لما قام الموحد بين جوج و 3 يعني هو 6. اذا اذا ضربت هنا في جوج غا اعطاني 6. اذا ضربت هنا في 3 غا اعطاني 6. يعني ذاك شي اللي كنضرب هنا را كنضربه في الفوق. وذاك الشي عاو تاني اللي ضربت هنا را كنضربه في الفوق. يعني ذا با عندكم جوج اختيارات ياما كتديرو هدف هذا زائد هدف هذا مقسوم على هدف هذا. ولا كتشوف المقام الموحد بين هاد العددين. مزين اذا نشوفو دابا. اذا اكد تساوي ضربنا 4 في جوج اعطتنا 8. وضربنا هنا 3 في جوج اعطتنا 6 زائد. ضربنا هنا في جوج في 3. وضربنا جوج في 3. اذا غا تولي عندنا 3 على 6. اذا عندكم جوج طرق باش وحلو المقام. الكل عاو تاني هنا نشوفو المقام موحد. مقام موحد هو 4 في 3 هي هي 12. اذا المقام موحد هو 12. اذا شحال فاش غا نضرب 3 باش نوصل ال 12 غا نضربها في 4. اذا 4 على 12 ناقص. شحال غا نضرب 4 باش نوصل ال 12. ثلاثة. اذا 3 على 12. مزين. اذا كتساوي. اذا هنا عندي المقام موحد على 6. اذا 8 زائد 3 هو 11. اذا 11 على 6. الكل 4 ناقص 3 هو 1. 1 على 12. كتساوي. اذا دائما شرحت هذه القاعدة. كتكون لدينا A على B على S على D. كنديره A على B مضروبة في المقلوب ديال هذا. دائما القسمة كنديره A على B مقسوم على مضروبة في المقلوب ديال هذا. مزين. اذا هنا عندي 11 على 6. مضروبة في المقلوب ديال هذا العدد. دائما كان هاد لقي سماك يرجع جودة. ولكن كان دير المقلوب ديال هذا. رادرنا واحد تمرين في دوكتمر لنشاط مؤخرا. نرشحنا الطريقة. اذا خرجت لينا 11 على 6 مضروبة في 12 على 1. كتساوي. اذا. نختاز له نشوفها 12 كتساوي ستاف جوج. اذا 11 مضروبة في ستاف واحد. اذا نختاز له بستات بقالي 11 على 1. مزين. اذا بالنسبة ام ضروبة في B كتساوي. اذا واحد على 12 رع طوالين هاد جا. وببيرة رقينا فيها 22 على واحد. اللي هي 22 اللي تمزين. اذا الجودة دائما كان ضربة في البست والمقام في المقام. مازيين. اذا 22 فاحدة 22 واطنش فاحدة 21. اذا نختاز له 22 كتساوي لي 11 في جوج. و12 كتساوي 6 في جوج ديما كان بدا في جوج. دائما باش نشوف الاختيزال كان بدا في جوج ولا يطالع. اذا خرجتنا 11 على جوج. 11 مضروبة في جوج على ستة مضروبه. اذا نختاز له هذه الدخول كتساوي. وقتش احضاش على ستة. اذا اختيار صحيح هو الاختيار تالي. ما زين. دائما حاولوا تردوا لبال توحيد لمقام رادية طريقة. ولا اعطوكم ما تنشي عملية الاقواس ما تنرشح الدجار دي ما كتسبقوا الاقواس دي ما كتسبقوا الاقواس ما زين. بالنسبة للتمرين جوج قال لكنا اضع ستمية كتساوي جوج اس ان منضروبه في ثلاثة منضروبه في خمسة اس اتنان. اذا هنا المجهول اللي عندنا هو جوج اس ان هاد ان ما عارف ناشو ما اعطونا في الاختيار زيال لكوش ان كي ساوي روعة ولا ان كي ساوي جوج ولا ان كي ساوي ثلاثة ولا ان كي ساوي ستة. شنو غا ندير انا. اذا عندي هنا ستمية كتساوي جوج اس اين منضروبه في ثلاثة ان فكك هادا خمسة اس اتنان هي خمسة في خمسة هي خمسة وعشرين. اذا ستمية كتساوي جوج اس اين منضروبه في ثلاثة في خمسة وعشرين هي خمسة وسبعين. ايضا مضروبه في خمسة وسبعين. اذا دائما للجودة كي الرقق اسمها. اذا اعدني ستمية مقسمة على خمسة وسبعين. انا عزلت جوج اس ان بوحدة اذا ستمية على خمسة وسبعين كتساوي تمانية. ايدان كنت نساوي جوج اس ان. اذا ايشنا هو العدد انباظ نظرك والمرجم بما انك نعرف احنا تمانية كنتساوي جوج مضروبة في جوج مضروبة في جوج. اذا ان هو ثلاثة اتنان ثلاثة هو태 ي PK экعطي تمانية. اذا الجوض الصحيح هو الجوض الاتاتين كتساوي تمانية. اذا انتم في الامتحان دائما حاولوا تردوا البل لهذا الاختيارات وتحاولوا تحسبوا مثلا هذا وتقسموا باش ما تضيعوش الوقت يعني حاولوا تتربحوا الوقت وغاد يخرج لكم 75 نضربوها وتشوفوا ديك الساعة يعني انش هكا تساوي مزين يعني هنا بالنسبة الامتحان باشتربح الوقت يعني غاتبقواوا غير تعوضوا تعوضوا هنا متين باربعة من ضربوها في 75 نشوفها تعطيك 600 ولا تعوضوا بجوج وتشوف ولا تعوض بثلاثة وتشوف وتعوض بستك كدلك يعني باش لقى تويت سويت يعني الجواب لان الوقت كي يكون قليل بزاف سبب التمرين ثلاثة قال لك يسيع مدرج 396 مقعدا يعني واحد المدرج لنفه فيها 396 كرسي مزين مرقمة بالترتيب التزايدي يعني والمقاعد موزعة على 22 صف المقعد رقم 157 يقع في الصف مزين ايدا اعطينا واحد المدرج يعني لنفه فيها 396 كرسي مزين المقاعد موزعة على 22 صف يعني احنا دنا 22 صف يعني صف اتنا 22 مقاعد رقم 157 يوما يشوفوا فيه نصف جهة ما ازجين ايدا اينش غاندير انا هنقشد 396 المقاعد يعني دي المدرج كامل ونقسموه على 22 صف باش نشوف ما المقاعد عندي فالصف يعني غانشت 396 يعطوني دي الانشتر ليعطوني دي الانشتر ليعطيني دي المدرج فى كامل ونقسمها على 22 صف اللي عندي دي المدرج فى 200 صف إذاً سأعطني 18 مقاهد. أشكت عني 18 مقاهد أنه في كل صف كان 18 كرسي. ما زيان. إذاً نشوفوا هما نشوفوا حناش حالة من عطونا في الاختيارات الستة سبعة ثمانية تسعود ما زيان. إذاً نحن نديره تسعود. قدرنا صف الأول الثاني التالي الرابعة الخامس السابعة التاسع ما زيان. وقلنا في كل صف كان 18 كرسي. إذاً 18 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 18. ما زيان. إذاً إذاً باش نعرفه. يعني غا نبقى نديره 18 زيان 18 36 زيان 18 54 زيان 18 72 زيان 18 90 زيان 18 108 زيان 18 126 زيان 18 14 زيان 18 162. إذاً هذا المقاهد الرقم مية وسبعة وخمسين في نظركم فيه. كان في الصف تاسع يعني عدنا في الصف تاسع. إذاً جواب صحيح تسعود لأنه آخر كرسي هنا في الصف ثمانية هو مية وابعة وابعين. عاد غا نتحول هنا مية وخمسة وابعين ستا وابعين سبعة وابعين ثمانية وربعين وانا طالتان وصل مية وسبعة وخمسين وغا نبقى طالتان. يعني آخر كرسي هو مية وثنين وستين. إذاً المقاهد رقم مية وسبعة وخمسين كان في الصف رقم تسعود. بالنسبة للتمارين الرابعة. أعطوهم A B C متلت. قال لك أنشئ المستقيم المار من النقطة A والموازي لارتفاع المتلة A B C الناشي من النقطة B. مازين. إذن أول حاجة قال لهم A B C متلت هاو المتلة A B C هده والمتلة اللي اعطوهم. مازين. قال لك أنشئ المستقيم المار من النقطة A. يعني واحد المستقيم غير مر من النقطة. والموازي لارتفاع المتلة A B C. إذن A B C هو دوني الارتفاع ما عرفنا شو وش غنديروه في A هنا ولا السيل هنا ولا B هنا. قال لك والارتفاع المتلة A B C ناشئ من النقطة B. يعني هنا في غن نشئه. دك الارتفاع هو في النقطة B. طيبنا المفتاح من النقطة. إذن غن نشده هنا وهذا غيكون زاوية قائمة يعني معامد. الارتفاع دائما كي يمر من الرأس وكي يكون متعامد مع دك الضلع اللي غديله. إذن هنا عدنا آآ تعامد. إذن هذا هو الارتفاع. إذن هو ش قال لك نشئ المستقيم المار من النقطة A. والموازي لارتفاع A B C. المار من النقطة B. هذا هو. يعني غيكون هذا. يكون التعامد مع هذا المستقيم. يعني غيكون هذا المستقيم توازي مع المستقيم. غيرت حاولوا تديرونا آآ المتلة. وغيرت باش يكون هنا عندكم تعامد باش يعطيكم هذا متوازي لهذا. إذن دائما نحاولوا التمرين مزيلا باش فهموا. بالنسبة للتمرين الخامس. قال لك الشكل الأسفل نشر لمجسم هذا الشكل. إذن هذا المجسم هو قال لك وش موشور قائم ولا هرم قاعدته مستطيل ولا هرم قاعدته مربع ولا رباعي الأوجه. مزيلا. اش كنت لاحظوا معي. هدنا واحد هذا شي كون. هدى مربع مازين. إذن هدو إلا جمعناهم غي يعطينا مربع ولا ولا جمعناهم غي يعطينا هرم يعني لرجعنا هاد المثلات لهات الجيهة ورجعنا المثلات لهات الجيهة ورجعنا المثلات لهات الجيهة وهاد المثلات لهات الجيهة يعطينا على شكل يعني هارم. إذن هاد الهارم كيدير قاعدته مربع. إذن الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة. إذن بالنسبة للتمرين رقم ستة. اعطوهم نعتبر مثلات قائم الزاوية. يعني انظر الشكل. هذا هو المثلات اللي يعطوهم يعني قائم الزاوية. مزيلا. قل لك دوران المثلات بربع دورة أي تسعين. كنا عارفوا ان الدائرة فيها تلتمية وستين درجة والربع ديل هوا تسعين لان اللى الى قسمها تلتمية وستين الى اربعة اعطينا تسعين دك شي اش قلنا ربع دورة وهو تسعين درجة وقال لك لاتجاه هاد الضوران يعني في منحها عقاري بساعة يعني هاد تسعين تكون في هاد الاتجاه منحه ديال عقارب بساعة. اiment, اعطونا هاد الموجي للات. وأعطونا بزاف دين الإختيارات. قال لك الى دورنا هاد الموجي للات عقاري بساعة. اعطونا الاختيارات. يعني باش نعرف احنا الاختيار الصحيح. اشتو مثلا بيركار. ونحطو الرأس دي للبيركار هنا. والشعاع ديله هو هذا الرأس تاني. وندير واحد دائرة صغيرة. ايدا كتلاحظوا معي قسمتها على اربعة. واحد الشطر الشطر التاني التالت الرابع. ايدا باش هذا كيتسمى تسعين. يعني اذا جا هو كينفد. ايدا غنضوره بسعين. يعني غنجيبوه هنا. ايدا المثلات غيكون عندي هو الجواب رقم واحد. وهذا هو المثلات. كون قالوا لي ندوره بمئة وتمانين. يعني غنضور المثلات هنا. وغنضوره على تاني هنا. يعني حاولوا غير تفهموا السؤال. ورا غادي تجاوبوا. مازيين. ايدا تتمرين رقم سبعة باستعمال المعطيات الواردة في الشكل اسفله. قياس زاوية بي ام كي هو. ايدا في ناية الزاوية بي. هاية بي ام كي. مازيين. ايدا هما اعطوهم واحد المثلات بحلقة. اين ام بي. واشنو اعطوهم هما? اعطوهم هاد خمسة وثلاثين. يلا اعطوهم بوحدهم. ولكن اعطوهم هاد الشرطة هنا. وهاد الشرطة هنا شكيت يعني? ان هاد المثلات اين ام كي متساوي الساقين. يعني هاد الساق وهاد الساق متساوي. وعطوهم كذلك هاد الساق وهاد الساق متساوي. انو خنا ما 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 وضحش المثلات مزيين. ما اعطوهم هادا كي يساوي هادا مازيين. ايدا بما ان عندي هذه المثلات هذا وهذا متساوي الساقين. اذا هذى 35 ستكون نفسها هذى 35 لانه هو اصلا متساوي الساقين. وكذلك اعطوهم هنا 35 وعطوهم هذه الشريطة هنا وهذه الشريطة بيعني ان المثلات NMP راه متساوي الساقين. واذا هذى 35 ستكون في هذه الزاوية وكذلك 35 فهذه الزاوية مازيلا. اذا لدينا MNQ هي MNQ متلات متساوي الساقين في M. هذا هو الرصد المتلات M. وكذلك لدينا PNM متلات متساوي الساقين في P. اذا هذه المتساوي الساقين في P. مازيلا. اذا المجهولة عندنا هو هذه الزاوية. هذه اللي ملونا بالحمر. هذه راعتنا 35 وهذه 35 وهذه 35. اذا احنا إلا جمعنا المتلات كاملة اللي يمكننا إلا جمعنا هذه الزاوية وهذه الزاوية زائد هذه وهذه خصوة تعطينا 180 درجة لأننا نعرف أن مجموعة زاوية المتلات تساوي 180 درجة. انتوما في الامتحان شنو غديره؟ احنا غنشرح هنا من في الامتحان يكون الوقت ضيق؟ غدير 35 زائد 35 زائد 35 زائد X تساوي 180. ودقود جبدك X يعني غدير 180 نعقص 35 زائد 35 زائد 35. وغدير غدير تلقى الحل تساوي. احنا نديره هنا منين جاتباش فيهم اكتر. اذا عدنا الزاوية MNQ ها هي MNQ. يعني الزاوية دائما كتكون الوقت اللي بغينا هاد N هي هادي 35 زائد NQM NQM زائد NMQ زائد NMQ. دائما هذي كلي الوقت هي الزاوية اللي بغينا احنا تساوي 180. يعني هاد الزاوية زائد هاد الزاوية زائد هاد الزاوية كتساوي 180. والزاوية N هنا هايا هي 35. والزاوية Q هايا كتساوي تايا 35. زائد NMQ. NMQ يعني هاد الزاوية M فصلناها فيها NMP هي هادي NMP اللي هي 35 زائد PMQ هي هادي PMQ هادي هما اللي بغوا هما. وهذا دي جارة اعطونا نعوضها 35. إذا كتساوي 180. إذا هادي 35 زائد 35 زائد زائد هاد الزاوية NMP كتساوي 35. زائد هادي اللي مجهولة كتساوي 180. إذا غنجمع هاد 35 35 35 35 غاز اعطانا 105 زائد PMQ كتساوي 180. إذا PMQ كتساوي 180 مع قسم 175 اللي كتساوي 75. إذا نجاوب رقم. إذا كتساوي 75. إذا نجاوب رقم جوج. مزيلا. إذا هنا قلنا باش تصرعوا في الامتحان. يجب تفهموا الوبجهي كتير فأن في الموت اللات مجموعة الزاوية دياله كي ساوي 180. يعني كان عرفا هاد الزاوية كتساوي هاد الزاوية وهاد الزاوية وهاد الزاوية اللي جمعتهم كي ساوي 180. وبما أن الموت اللات اعطوه لنا متساوي الساقين. إذا هاد 35 كي هنا هنا. رأختها غا تكون عود ثاني غا تكون 35. وفهال الموت اللات الصغيرة عطوهم 35 هنا. وبما أن نعطوهم متساوي الساقين إذا غا تكون عود ثاني كذلك هنا. دائما كتكون كي يكون موت اللات متساوي الساقين كي يكون عنده زاوية متساوياتين. عكس اللي عنده متساوي الأضلع رأي يكونوا فيهم 60 60 60 للمجموع دياله 180. هنا لقيت 35 هنا. ولقيت 35 طلاقا من الشكل. وش بقال لي مقال لي هادي. إذا أنا غا نجمع 35 زايد 35 زايد 35 زايد 35. هتعطاني مية وخمسة. شحار بقال لي ها باش تساوي مية وثمانين. هي خمسة وسبحين. هي هادي أوطوماتيك مو غا نجاوب. بنسبة التمرين رقم 8. قال لك اشترى علي خمسة كيلو كرام من الموز وثلاثة كيلو كرام من الاشجاص. هي بتامان واحد وستين درهم شراء خمسة كيلو ديال البانان وثلاث كيلو ديال البوعويد وكذلك احمد شراء 4 كيلو ديال البعنان و 6 كيلو ديال البعويد باش ب 8.74 درهم مزين إذا 8 كيلوغرام من الموز و 1 كيلوغرام من الإجراص على التوالي هما ديالنا هنش غنديره غنديره النظمة هنديره النظمة إذا لدينا عالي شراء 5x أنا درش هنا هو كيلوغرام من الموز و كذلك y 1 كيلوغرام من الإجراص إذا شراء 5x زائد 3y كتساوي 61 درهم إذا هاد x كتساوي ديال الموز و هاد y كتساوي ديال الإجراص و كذلك أحمد شراء 4x زائد 6 لأن شراء هو 4 كيلو ديال الموز و شراء كذلك 6 كيلو من الإجراص يعني شراء 4 من الموز و شراء 6 من الإجراص كتساوي 74 درهم مزين إذا هما في المتاح الملك يعطيكم الاختيار مرة كي سهل عليكم ماشي بحد و علش هما كيعطيكم الاختيارات لأن الوقت ما كافي شو لنك باش مشي تحسبوا هذا غيض غيض عليك بزاف ديال الوقت يعني غنديره غيض تعويض هنشد هاد خمسة وهما قال لك واحد كيلوغرام من الموز و واحد كيلوغرام من الإجراص على التاوي إذا أعطاهم لكم الاختيارات إذا شغن ديرانا أما نعوضها هنا يعني لأن خمسة في واحد كيلوغرام خمسة يعني باش نعرفوه هنا الثامن زايد ثلاثة في كيلو ديال إجراص خسو يعطيني واحد وستين مشي نعوض وإلى عوض تغلقها الجواب الصحيح هو ثالتي يعني ثمانية إلى عوض خمسة في ثمانية زائد ثلاثة في سبعة ستاة في سبعة غات تعطيني واحد وستين ولا إلى عوض كذلك عوض ثاني إكس ثمانية أربعة في ثمانية زائد ستاة في سبعة غات تعطينا أربعة وسبعين درهم إذا بالنسبة للتمرين رقم سعود إذا نعطاهم سجلت السلطات الصحية بجهة سالقونتارة من واحد وعشرين إلى سبعة وعشرين أكتوبر عددا من الإصابات بجائحة كوفيد تسعتاش الجدول التالي يسجل النتائج المسجلة مزين إذا هم من وحده وعشرين تال سبعة حشرين أكتوهم في هاللطابلو يعني عدد الحالات التي تصابت يعني بكوفيد تسناب لمزين إذا اليوم وحده وعشرين عدد الحالات كان تلتمية وثبعين اليوم وثنين وعشرين أربعمية هي ستوتسعين اليوم وثلاثه وعشرين كان خمسمية أيها الحين إلى آخره إذن قللك أحول معطاية الجدول الى ميبيان بخط ممكسر مزين إذا هذا هو الجدول التي نرسمه في يومomnia من وحده وعشرين تال سبعة حشرين وعدد الحالات سوف نديره لأننا هنا 300, 400, 500 سوف نبدأ بـ 100, 200, 300, 400 إلى آخرين وسوف نقوم نعوضه في اليوم 21 عندي 379 تقريبا تقريبا الورقة يكون تدريجها تبيني في اليوم 22 عندي 496 في اليوم 23 عندي 500 في اليوم 24 عندي 470 إلى آخرين وكان نرسم دوق النقاط ويخرج لي الميبيان على هذا الشكل بالنسبة للسواد الرقم جوج وحسب معدل انتشار الوباء بهذه الجهة خلال الأسبوع المحدد ما زيان إذن قال لك حسب لي ناسي دي المعدد يعني الله موين ديل هذا الوباء خلال الأسبوع المحدد الأسبوع المحدد رأينا من 21 تل 27 ما زيان يعني شنو المعدد يعني غني نجمع عدد الحالات يعني عندي 379 496 570 زي 726 زي 325 زي 587 ونقسمها على الأسبوع يعني 7 أيام فتخرج لي 497.5 إذن معدل انتشار الوباء هو 497.5 إذن نتمنى يعني إذن نتمنى تكونوا استفتوا في هذا الفيديو ما تنسوش يعني تبرتجوا فيديو مع صاحبكم وما تنسوش يعني تخلي ولي نالي كومنتر بزاف ولي لايك لأنه قدم ما في الفيديو كانوا لي كومنتر بزاف ولي لايك راكي تلونسا الفيديو باش يوصل للناس الأخرين ونتمنى لكم التوفيق واللي ما فهم شي سؤال يخليها في كومنتر ونبدأ به إن شاء الله في الفيديو الأخر السلام عليكم واتمنى لكم التوفيق موسيقى موسيقى موسيقى